أكد معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة متكاملة لإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة لما يعكس الحرص الحكومي في الحفاظ على المنطقة التاريخية لسوق المنامة وتعزيز مكانتها كوجهة تجارية وسياحية باعتبارها من أقدم أسواق مملكة البحرين وتقع في قلب العاصمة ولما تمثله من موروث تاريخي ومعلم هم بما سينعكس بالإيجاب على تنشيط الحركة التجارية فيه وتعزيز دور السوق في تنمية الاقتصاد الوطني هذا وتولي مملكة البحرين اهتماما بالغا بجميع مواقعها التاريخية الأثرية ويحظى سوق الملامة بعناية خاصة واهتمام بالغ من قبل الحكومة الموقرة باعتباره من أقدم أسواق مملكة البحرين ولما يمثله من موروث تاريخي ومعلم هم انتلاقا من مكانته المميزة ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وجد بالسياحات لمملكة البحرين يعد سوق المنامة من أقدم وعرق الأسواق التاريخية في مملكة البحرين وعلى مستوى دول الخليج العربية وشهد على مر الزمن الكثير من الحضارات والثقافات المتنوعة التي تعاقبت على أرض مملكة البحرين ويتميز السوق بموقعه الاستراتيجي في قلب العاصمة المنامة ليكون مركزا تجاريا نابضا بالحياة وملتقا للتجار والسكان المحليين والوافدين من مختلف أنحاء العالم يتجاوز دور سوق المنامة كونه مجرد سوق تقليدي ليتحول إلى رمز ثقافي يجسد هوية البحرين العريقة فبين أزقته تعرض المنتجات المحلية من الحرف اليدوية والتحف والبهارات ناهيك عن الملابس التقليدية التي تعبر عن عبق الماضي وتاريخ البحرين الغني كما يعد السوق ملتقا ثقافيا هاما حيث تقام فيه الفعاليات والاحتفالات الشعبية التي تجسد تراث البحرين وتاريخه العريق كما يتيح المجال للحوار والتفاعل بين مختلف فئات المجتمع بما يعزز الترابط الاجتماعي ويحافظ على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لعب سوق المنامة دورا هاما في تشكيل الهوية الثقافية التراثية لمملكة البحرين ومن هذه الأهمية التاريخية للسوق جاء توجيه سمو وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة متكاملة لعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة للمحافظة على هويتها التاريخية والثقافية وتلبية الاحتياجات والبنى التحتية اللازمة للمنطقة